ان الاوضاع في الشرق الاوسط وبالاخص في فلسطين المحتلة تنظر بمخاطر لها تداعيات وخيمة على الامن والسلم في المنطقة جراء الخطوات الاستفزازية التي اقدمت عليها السلطة القائمة بالاحتلال باقتحام المجزد الاقصى والتي تضاف الى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال يوميا ضد الشعب الفلسطيني الاعزل ومقدساته لقد ادانت بلاد الجزائر بشدة هذه الاعمال الاجرامية باعتبارها انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتحديا سافرا لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم لقد سبق واندعا سيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المجتمع الدولي ومجلسكم بالذات في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الاقصى الى تحمل مسئولياته من اجل وضع حد لهذه الممارسات الاجرامية المتواصلة وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته لا سيما في مدينة القدس المحتلة التي تتعرض يوميا وفي ظل صمت دولي رهيد الى ممارسات وانتهاكات من قبل الاحتلال الهدف من كل ذلك تغيير طبيعتها الديمغرافية وهويتها العربية الاسلامية والمسيحية الامر الذي قد يؤدي بالنتيجة الى تقويض الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات كما تواصل الجزائر دعمها ثابت لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة بالاضافة الى دعمها لقرار الجمعية العامة رقم 2477 الذي طلبت من خلاله رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لذلك وقعت الجزائر يوم اول امس بصفتها الرئيس الحالي للقمة العربية وعضو المجموعة الثلاثية العربية بنيويورك باسم المجموعة العربية ورفقة العديد من الدول على اعلان مشترك نجدد بموجبه دعمنا الثابت لمحكمة العدل الدولية وللقانون الدولي كحجر اساس للنظام الدولي وكذلك تمسكنا بالتعاون متعدد الاطراف وفي هذا الصدد نعرب عن رفضنا للتدبير العقبية التي اقرتها سلط الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وقيادته عقب طلب الجمعية العامة للامة المتحدة رأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية السيد الرئيس لقد تجسد الموقف العربي مجددا فيما يخص القضية الفلسطينية خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر تمثل في التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في الحرية وتقليل المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف مع التأكيد على التمسك العربي الجماعي بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها وأولوياتها والتزامنا كل بحل الصراع العربي الإسرائيلي على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتبقى الجزائر في مواقفها ثابتة وداعمة لشعب الفلسطيني الشقيق وهي على قناعة تامة بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لن يتأتى إلا من خلال إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي العربية المحتلة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ختاما أقول للإخوة الأشقاء الفلسطينيين عند مواقف الجد تتضح النوايا والأهداف وينفضح الباطل ويضع الأحرار داعمي القضية الفلسطينية حرية الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل تقرير مصيره فوق كل اعتبار شكرا سيد الرئيس شكرا 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 شكرا